اشتركوا في القناة للمعلومات الصحيحة طبية لكل مشاهد او لكل مواطن مننا لحتى نعرف حقيقتا زي كان عنا امراض نتعيش معها وقد ما فينا نتجنب المضاعفات يلي ممكن من وراء اهملنا نوصل له كل التفاصيل بحلقتنا بتقدروا تتابعوا عبر يوتيوب او حتى عبر ايميل برنامج او حتى عبر كل اشياء يلي ممكن نتواصل نحن وييكم فيها لحتى تكون هالمعلومات واضحة للجميع ما معنى الشخصية بالبداية لحتى نقدر نفهم عن موضوع الاتنى شو هو بينحكا يمكن عن الشخصية بعلم النفس ان هي مجموعة من الصيفات الجسدية والنفسية الموروثة والمكتسبة وهي مجموعة من القيم والتقاليد والعواطف يلي بتتفاعل مع بعض البعض بيلاقوها او بيشوفوها الاخرون من خلال التعامل بالحياة الاجتماعية موضوع حلقتنا هو مش الشخصية ولكن هن سفات موجودين بشخصيات موجودة فينا او مع بعضنا ولكن طبعا هنحكي عن الاشخاص العدوانية او حتى المجموعة يلي عندها هالعيدائية تجاه الاخرين ضمن فقرة انترفيو بيصر نقصديف بحلقة اليوم معي بستوديو دكتور عادل عقل اهلا وسهلا فيك دكتور عادل حضرتك اقتصاصي في الطب والتحليل النفسي اليوم دكتور عقل موضوع حلقتنا يمكن مقتبس عن مجتمعنا ووقعنا يلي عم نعيشه اليوم يمكن من خلال الافراد او المجموعات الموجودة على الارض اليوم صرنا كيف ما منواجهها او كيف ما منطلع من لقي اشخاص ردات فعلهم عدائية عدوينية دايما منسأل ليش صرت الناس ما بقت تتحمل بعض ليش صرت ردات الفعل هيك هل منحط الاسباب بعد ضغطات اليومية بحياتنا هل منحط انه بلش الشخص الاشياء اللي تربيها تتجسد بهذه الطريقة بعمر معين بحياته اسئلة كتير ممكن يطرحها كل شخص منا بحياته اليومية لما بيصادف هيك انواعا من الناس هل ممكن نحن نكون عدوينية بدون ما نعرف هل هي تربية او هي بتخلق مع الشخص رح نشوفهم اليوم معك دكتور عاد العقل بحياتنا ولكن قبل ما فوت احكي عن العدوينية عند الاشخاص خلنا احكي هل هي شخصية عدائية او لا هلأ بتتعدد التسميات او التوصيفات ولكن في مظاهر عدوينية موجودة منقول على مستوى معين مثل هالشي اذا اخدنا موضوع الكهرباء بحطه فيوز او الواقع نسبيا اذا بتطلع الكهرباء لها الاد بتطق الفيوز ولو التشبيه شوي بداية ولكن عند كل شخص بنقول نسبيا من الناس اللي بيقولوا المؤمنين او المؤمنين او المرتاحين او هيك البريئين بيجي مرحلة من المراحل ممكن يصير عدواني حتى هلأ ما بدنا نقول غندي الله يرحمه يعني بيتقف يوزه بده يجي وقت ممكن انسان بيكون كتير بسيط وطيب وبيجي تتفاجأ ببعض الحالات شي اذا دقيتيله بعربيته شي اذا ولاده تأزه بمشاهله بيعمل ردة فعل عدني مشان هيك هالروح يلي منسميها نحنا بمجتمعنا او قبلية او انفعالية ان هاي دي من تركيبة بشخصية او هالفكرة الكاملة على الانسان رح نرجع تنشوف هالشخصية كيف بتتكون هي passive aggressive اللي عم نحكي عنا العدوانية ايه اوكي يعني هالصفة بتعطوها انتو بعلم النفس ايه هلا اوكي نحنا عم نقول هالشخصية نرجع للأساس يعني هالعدوانية صحيح في الحيوانات في عندهم عدوانية صحيح مطلقة كل الوقت يعني نصبت منقول ساعة وقت اللي بيكونوا بحاجة اللي يأكلوا ساعة شغلة صح بعض الايات ممكن يروقوا اما الانسان في عنده هالتقلبات تنرجع لهالتركيبة اللي كل مرة عدة مرات كنا اشددتنا فيها معيك بشوف انا هالبرنامج بيساعد للتنوير العام ككلة انا عم نبسط الموضوع عشان هيك ليس بتكسف زيارتك لعنة ايه من كل مرة هالدماغ الإنساني هيدا بنسميه متل بمراكز ستوديو في شي بسموه سنتيتيزار ما هيك؟ يعني بتوصلي فيه مواضيع موسيقية صوتية او ما شابه وبتطيلع منه اشياء منمقة بقدر الامكان تنرجع لهالدماغ عند الانسان عنده قدرة بهالكابلات يلي بيعطوا المعلومات بالنظر بالعين بالسماء بالحكي اذا باللمس بالاحسيس بيوصلوا لمراكز معينة وهونيك بيصير فيه نوع من البرمجة الانتظامية يلي بيقول أن كل الناس بيقدر الامكان ولكن عند البعض بالمطلق وعند البعض بحالات معينة لما بنقول هيدا عنده روح هجومية سهلة الانفعال وبيقاتل مصبوط شباك عدواني شباك عدواني بتبقى شي ما بتحرز باعتقاد العالم ولكن عنده بتاخد طابع مجرح ومقلق وما عنده قدرة للجواب إلا بشي بيسموه عدواني أو بكلام العدواني أو بالفعل الجسدي أو بالقتال أو بالضرب أو بالقواس وطيب هاي على مستوى الفردي إذن هالدماغ تنرجع نحنا لأنه موضوعنا هالفكرة الإنسان هالدماغ عنده هالطاقة هايدي الموجودة ممكن يجتمع عدة طاقات إلنا الروح الأبلية العشائرية كل شي تكوينات جماعية ممكن أهل الحي صير عندهم هايك روح عدوانية إنه حي تاني جاية مصبوط عم بيقزيون شخص بيعملوا إذن هاي بترجع من هالدماغ بتمثل هالهوية هالهوية الإنسان الشعورية يعني القصم الأكبر هو يعني بيخلق مع الشخص موجود خلينا نقول فيه متل ما بيقولوا ما بنعتقد إنه قابلية استعداد استعداد قابلية داخلية بهالتجمع الدماغي يلي بيتراكم فيه معطيات ومعلومات يلي بتجي من التنشئة من التربية والإنسان بيطورها من التدريب والإنسان بس بكلمة هون بنرجع نعتقد إنه ممكن إرادية فعلية ممكن لا إرادية لأنه فيه ناس بيجوا يتشكوا هلأ شخصها بيقول لي بحس حالي أوقات كل ما بدوا يحكيني إنسان بدي إنفعل بدي قاتلو بدي قاتلو هلأ بتشوف شوفنا أهل البيت والبيئة تبعه ما ربوا لهال ما عندهم هالتحضير لهالشي ولكن هون برجع بقول بهالقصم المجهول تبعنا نحن يلي بهالدماغ يلي بعد ما بنعرف تركيبته وقدراته وكيف تفاعلاته خليني أرجع إليك بين الدماغ يلي بيعطي التقديرات والقرارات أوكي في خلفية معينة بريد الناس تتقبلها أو تسمعها ولو ناس فيها وما بيقتنعوا فيها هي اللاواعي نعم قدرت اللاواعي وكأنه اللاواعي مخزون طاقة مجمع يلي ممكن يطلع عند بعض الناس بفتحات أوسع عدوانية بفتحات عندها ضوابط في ناس نعرفون اللي منقول عندهم هيك شعور وساوسي أو قلق أو خوف إذا حدا بيسبله ما بيجيبه ما بيسترجي بيقول لك كانت هالعبالي بدي أعطله بس خليلات جنة بركية ولكن بدي أتلفة يعني هودة التجنبيين يعني واه ما بيواجهوا ما بدون يواجهوا منشان هيك نحن بنشوف هل عدوانية العامة يلي عم نشوفها اليوم بتيجي بس ما بيواجه عنده كبت مشان هيك بعمل ردت فعل ايه بس هالكبت جاي من هاللواعي يلي مسكر القنوات تبعه يعني انت بالواعي بتواجه الحدث وردة فعلك بتجي من اللواعي طحي ما اللواعي بدا تمرق بالواعي تتعطي هالجواه ايه طبعا بسي بتجي من اللواعي من اللواعي هاللواعي يلي هو مخزون هيدا بيسميه هيدا سبينوزا القسم المجهول المجهول يلي عنا ما بنعرفه الا بنعرف تفاصيله بمعنى اذا اعطينا مثل اذا واحد بيقله انا بحبك ما عنده تأدير تا يعرف انه هناك بيحبه اذا ما عبر عنها الحب او بالكلام او بالتصرفات الادبية والاخلاقية واللايقة تا يعرف انه هالشي وقال له الحب المكبوط ما بيتعبر عنه وما بنعرف نحنا تنوصل للعدوانية ليه اليوم في هالمشاكل عند الافراد وهالضغط العالمي الموجود هيدا منقول فيه مقاربة فكرية فلسفية اجتماعية سوسيولوجية بسيكولوجية علمية نحنا نقوم نفسية بده تتقارب تنقدر نعرف لانه فيه عدة مبررات عدة مبررات هلأ عم نشوف اليوم عند الاوروبية بتساءلوا لاي فيه شباب بروحوا بيشتغلوا عند مع داعش يعني بينجروا لهالشي فيه عدة مقاربات الى هادي وهالعدوانية العالمية الموجودة عالمية شو صاير هالناس وكأنه هالتخالط صار صعب المسار يعني وقت اللي بدنا نعمل هال الدمج فكرة الدمج هالميكساج بين الناس فيه صعوبة والاحتكال بس اللي بدي أقوله وصله أو وضحه مع حضرتك هو الشخص اللي عنده استعداد يكون عيدة عم بحكي كفرد صحيح هو اللي بيكون كمان عنده استعداد يكون ضمن جماعة عيدة لا شك أوكي لأنه هالجماعة منشوفها هي كأنك بتلاقي حالك هون ايه جماعة اللي بدي أقولك ياها عم نعيشها هلأتني بلوز كتير عم بعيشوا مشاريع الفوتبول اللي هلأتني صحيح دير شي انت مع مين هلأ ما عم بقدر تابعه انت ما نختلف مع حدا عم نشوف هالجماعات اللي بتيجي تحضر متوشة الفوتبول هالبيسمون هالهوليجان هاو مستددين جايين بقابلية برغبة وهو في رغبة لأنه وكأنه هالنشوة بتجي من هالإيطاليا اللي رح يخترعوه لها ضرب الآخر بجوز ليشوفوا دم الآخر بجوز تيستقووا تيزلوا هيداك تيستيطروا عليه بس ميش هيدا الإنسان وفكري الإنسان دكتور نحن هلأ نحن الإنسان ست جاكلين إنسان متشعب الفكر والقدرات والتصرفات متشعب نحن بنقول هوده إنسان متمدن بمعنى اعتنق المدنية وعيش بالتأبل للآخر ولكن رغم هيدا بيظل في صراعات داخلية خليني أرجع قال لك شدد هود أنا بجرب نقول فكرة فلسفية إنسان صراعي صحيح عنده قابلية للصراعات طبعا وهيدي بتخلق الحروب صحيح إذا مش هو كل واحد ولكن لما بيجي قائد وبيخلق له جو للإتال بتشوفيهم في نفسي بتطلع من يوم للتاني بيصيروا مخاتلين هالناس كل يوم حتى البشرية تغيرت حتى أولاد بس يخلقوا إنه صغار عدقية رح نرجع إذا بدنا نرجع للولاد هالعدوانية موجودة عند الطفل ولكن بالأول بتصير تنمى وهيدي قلناها كم مرة عندك رح نرجع نوضحها شوية هي بتخلقتها يدافع أول شيء تنمية شخصية الفرد والهوية تابعه منقول من عمر كم شهر بالأول بصير يشوف صورته بالمراجة ما بيتعرف عليها بيتحك بيتطلع وراء المراجة إذا المراجة هون بيتطلع وراء المراجة تتشوف إذا هالصورة شو هي شو بتمثل شخصيته بتبقى متفككة وإذ شوية شوية بالنمو عم تتجمع هالشخصية وتعمل الهوية بمساعدة الأم طبعا والأهل والأب يلي بينوره للشخص بيقول له أنت اسمك كذا أنت فلان أنت عم تنمى بفكرها الأم وعواطفها بصير تنمى هالشخصية ولكن هالشخصية بيضل عندها روح عدوانية نعرف الولاد بين بعضهم إذا ممكن يقزوا ويزعجوا بعضهم ويحارجوا بعضهم ومنشوفها طبيعية إنه أولاد هاو دي إذا بدي أوصف الشخصية العدوانية أو شخص الفرد العدواني هو الشخص يلي ما بيسمع الكلمة ما بيتقبل الآخر بيحقد على الآخر بيحصد الآخر ما بيشوف حدا أهم منه هيدم صحيح إنه كل هالمواصفات عم قليك به الدماغ مجموعة هالمواصفات والمشاعر هالمشاعر فيه مشاعر سهولة سهولة الانفتاح عدوانيا وفيهم فيها كبة بيعرفوا حالهم فيهم إيه آه بيعرف حالهم فيهم كتير بيعرف حالهم فيهم بيبرروا ويقولك طبيعي أنا لازم أعمل هيك لازم دافع لازم قاتل لازم ما بخلي حق يروح بيشال هيك دكتور عم بوصل اليوم لكلام حضرتك قلتوا معي تقريبا من شي سنتين أو ثلاثة قلت لي ولا إنسان بيقول عصبتني أو وترتني إلا إذا كان هو موتر من جوه مستعد إذا في حدا معصب مقبيلك وإنت عندك سلام ما حتتوتر حتتشاوى بتتقبل بس إذا كان أنت عندك توتر ما حتتقبل من قدام من وقت الولاد منخبر الحادثة إنه الولاد بيضربوا بعضهم الولد حسبي هيدا المثل اللي بنعطيه بيضرب رفيقه وبيرجع يركض عند أمه بيقول لها ضربني هو يعني بحاجة يقلب الآية دي ويقول هو ضربني تيبكي الكبار ما بياخدوا هالطريقة هاي دي بيقول لك هو عملي هايك هو قلي هايك هو تصرف بها تصرف إذن خلينا نرجع نقول بده ضبط كتير لهالمشاعر الجياشة لش اليوم فيك تضبط ما بتنضبط ما بيقول لك كيف بدنا نعمل مش رح يجي وقت نعتقد خلينا نقول للناس وللمستمعين إنه ما رح يجي وقت وقام نقول فيه نحنا صرنا بالمدن الفاضلة المنتصورة إنه هايك لازم يصير كل واحد بيحب التاني كل واحد بيسير التاني بيساعده بيمرق له مشاكلة ما بتنقبل هاي دي مش موجودة ولكن هاي حلم بيضل والناس بتسعى الده بيعملوا قوانين بالمجتمعات لضبط هالتجاوزات لضبط هالمخالفات رغم هيدا وكله بيضل فيه احتكاكات بس إذا بدك تحكي هيدا عم تحكي على على نطاق مجموعات بس إذا بدك تحكي عن نطاق فرد ومبلش نحسن كفرد فيه اشتغال على نفسه حضرتك قلتني شوي إنه في حدا أشرشكيلك من العدائي وإنه عم بيعمل ردة فعل هيدا واحد من عدد إذا بيحكي واحد وبلش اثنان وثلاثة واربعة سوفينا نشتغل على أفراد إذا بلاشنا نوعي شو هي العدوانية وليش موجودة وكيف فينا نوصل لنتيجة معها سوفيه قرار نفسي ذاتي خلّه الشخص يجل عندك يقللي إنه أنا عم بتصرف وياما في على أشكاله كتير وياما إحنا أوقات بتصرفتنا بيشغلنا ملاقي حالنا حدا حكينا دغرع منا ردة فعل بعد شوية بقول اللي عملناها ليش تتصرفنا بها الطريقة هيدا طاقة بديت أنه عطل الإنسان تم يضل هو ما أعتقد بطريقة هيك تفاضليّة إنه ما أوحق ما أوحق ما أوحق بدو يحيد يرجع لذاته هلأ أنا بمصت لما الناس بيقولولي عم جرب نشتغل على ذاتنا كمبدأ سليم هيدا بحد ذاته ولكن صعب إذا ما كان يقول له مواكبي بهالطريقة اللي بدو يشتغلها لحاله لأنه مسهل أو سرعة الانفعال بتساعده إنه تفلت هالشغل العزاية ما تضبطه إذا بده يرجع نقول نوع من البرمجة التانية لفكر هالإنسان كيف تركب اللي بعدنا لليوم فينا نقوله نعتقد ما قلنا وصول عليه مية بالمية ولكن قلنا قدرى نرجع حتى لو عفت تاريخ حياة هالشخص ما بتقدر تصل على مية بالمية بلنا دايما خليني دكتور عد العقل توقف مع فاصل من بعده بترجع أحكي هل بنقدر نتعيش مع شخص عدواني وهل بنقدر نتحيش مجموعات عدوانية عيدائية واليوم بوجودها بمجتمعاتنا هل هي رح تكون بمرحلة جداً إلى مضاعفات خطيرة على العالم وعلى الفرد بحد ذات وبعض هذا الفاصل أعودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجل الصحي مع ضيفنا دكتور عاد العقل برجع برحلة فيك من جديد دكتور عقل حضرتك اختصاصي في الطب والتحليل النفسي موضوع حلقتنا هو الشخصية العدوانية إذا بدك أو ليش في عدوانية وعيدائية اليوم بمجتمعاتنا وخاصة مش بس تمطلق من الفرد إنما بتوصل لمجموعة وهالمجموعة عم بتخلي أو عم تترك أثر كتير سلبي بحياة إن كان كبلد أو كمواطنين اليوم حكينا هل فينا تعيش مع شخصية عدوانية وعيدائية؟ كمبدأ عام أكيد شيء ما أنه مقبول ولأنه محتمى محمول ولكن بيتجاوب بعض الحالات لظروف تبقى خارجية أو طاغية بيصير فيه تحمل زيادة ولكن بيصير فيه نوع من الاستبداد من جهة والعدوانية والتقبل والعذاب والمعاناة من جهة تانية إذا أنت يقدروا يتحملوا بعضهم يعني بتتقبله لأنك بتبرر له أو بتبرر له تصرفاته أو بتبرر له تصرفاته أو بتقول ما إلي حلول يقدر أعملها يعني كأنه مغلوب على أمره الشخص التاني لأنه إذا بده يصير فيه نوع من المجابهة نوصل للإحتكاك والعدوانية والعدوانية المجابهة اللي بتجي من تاني جهة إذن أوقات صعوبة العلاقة بين الناس إن كان أفراد أو مجموعات صغيرة أو كبيرة هي داي نسبة التأبل لأنه هي عملية ديناميكية متواصلة متواصلة شد من جهها ضغط من جهها تأبل من جهها عدم إدراع التأبل رياكسيوم جهة تانية الأفراد وخصوصي مشوفة على مستوى الأزواج أو الكوبلات أكيد فيه ناس بيتقبل بيقولك مصيري هيك أنا من الجهتين بس تطمنيك مش أنه دايما فيه طغيان لأنه فيه أوقات فكرة أنه فيه طغيان الرجال ممكن فيه طغيان تاني مش تنشهر فيهم ولكن هيدا ظروف الواحد بيقولك بدي أتلافها أنا الصعوبات قديش اليوم حضرتك حكيت عن تربية حكيت عن إشا إني حكيت عن إشا مكتسبة بس قديش اليوم الظروف الحياتية الشخصية عند الشخص إذا تعرض لحوادث مؤلمة بحياته حوادث يمكن مؤزية بحياته قديش هذا الشي إذا هو كان عنده استداد بيعطيه بوش يصير عدواني أكتر نرجع نحنا لهالطاقة الدماغية بس دايما بديش أقول لأنه كمان رجعت حضرتك إلى الدكتور أنه مش دايما منعرف لاش السبب مش دايما منعرف السبب الأساسي ولكن في أسباب كم يوم عم نعمل محاضرة عم نحكي فيها هايدي بيقولوا طبعا يلي بيتعرض للعرف بالصغر الولد بيصير عنفي يلي بيتعرض للاغتصاب بيصير عنه تصرفات سلوكية غير مؤاتية مؤاتية منها منها ممكن يصير منها؟ لا لا يصير لا إذن لا بيصير هايك لا بيصير هايك تنفتش نحنا وكأنه نرجع بنقول أنه بفكرة تحليل النفسي عم نرجع نفكك كل هالمسار يلي منه سهل لا أعطيكي مثل أنه اليوم بهالمحاضرة هم نقول في واحد بيقول أنا صرت هايك لأنه أهلي طلقوا أوكي هيدا حدث صار بحياته ما فينا نعدة كأنه شي بتردد دايما في كتير ولاد أهلهم طلقوا بالعمر زيته بس في ناس عندها قدرة تحمل ناس ما عندها قدرة تحمل هون بدي إليك هالطاقة يلي معبايي بهالدماغ هوني هل بتجي هالتنبيهات تبعها أو بتشردها بتشردها بتاخدها لغير الخط أو بتخليها متوازنة منشان هيك العمل التحليلي اللي هو مهم نوصل نفكك هالغاز يلي مركبي صعب ولكن بحد ذاته العمل التحليلي هو بناء بمعنى عم بيجرب الإنسان يبني حاله بقدرته اليوم صحح رغم الصعوبات المارئ فيهم بين الصعوبات الواقعية يلي عاشها والتهوه همية يلي اعتقد إنه هي أثرت عليه وكانت من المكونات لها الشخصية وقت بقول الشخصية هي الهوية صح تبعه تيقول أنا هاك بيقول أنا من بلد بشكل الناس تعرف هويتها محدد هويتها ما هيدي التحديد بحد ذاته هون يشوفي الفرق بين الاعتقاد إنه هو محدد ووقع لها الشخصية فيه فوارق صغيرة ما بيقدر يعرفها إلا ما يرجع يحطها عمجال البحث والتعمق والفكر مش عم نقول نحن لازم كل واحد يمرق بالتحليل النفسي ولكن إذا مرأ بالتحليل النفسي بيرجع يعرف مكوناتها الشخصية بطريقة أوضح إله بينما الناس عايشين بين الوقايع والمعروف الواعي تبعه وجهل اللاواعي يلي هو إله تأثير وهن بصراع مش إنهاك هالصراع عنده للإنسان مع ذاته بالأول طبعا منطلاقا من ذاته بصيرها مع الآخر على مستوى الفرد وعا مستوى الجماعة كيف تتغذى الجماعة الأدوانية الجماعات الأدوانية إنه جماعات الأدوانية عم نشوف قلتلك بالنسبة لهالجماعات هذي يعني في غيري في حسد في عدوى إنه كيف تتغذى وكأنه في حاجة في حاجة عند الفرد يكون ضمن إطار أكبر يعني عنده نوع من اللي بيسموه التزام بمبدأ بجماعة معينة أبرتونانس يعني بيتماتل فيهم هني بيمثلوا المثل الأعلى تبعه بيصير هذي هذي أسهل شيء له إذا مناخد بالحياة اليومية بنعرف في جروبات بيلتقيوا مع بعضهم بالمطعم بالقهوة بالأصحاب هذي بيحكوا فوتبول هذي بيحكوا عربيات هذي بيحكوا سياسة هذي بيحكوا خبار بيخبروا خبار هذي بيحكوا عن إنشغالاتهم اليومية بيصير فيه نوع من التجانس والتقارب لفكرة جامعة يلي بتخلق نوع من هالرباط بيناتهم وإلا لا إذن هالجماعات في تقارب تيجوا بحاجة يلتقيوا بهالجامعة الأعلى بالرباطات تيقدروا يتنفسوا ويلاقوا هالنشوي تبعهم يلي بتتغزى من هالإنفعال بس إذا بدي أحكي عن كل جماعة أو بدي أحكي عن كل فرد ما بيكون عدوانة بكل بكل المجالات أو قد تحكوا بشغلة وحدة بيعمل ردة فعل صحيح 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 يعني عنده حساسية على هاي الموضوع صحيح مش على كل شيء عدوان لا 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 أبدا من شان هيك عم نشوف اليوم خلينا رجع نقول هني توصلك هالرسالة المعينة في تفكك بالمجتمع اليوم وهيدي نظرة إنه هالمجتمع الريفي اللي كنا نسمع فيه ونشوفه بين الريفي والمدني إنه الريفي كان فيه ضوابط معينة تخلق وكأنه هي الأساس بالوجود تصرف بين الأولاد بين الأهل بين الجد والجدة بين البيئة الجارة يعني تحكي عن الأمان يعني الشعور بالأمان شو ما كان أمان ولكن فيه نطاق ضابط أوكي للمدينة بيبقى أوسع تتفقع هالروابط كله هايدي لما فيه أصلا ضوابط ما عد فيه ضوابط للمجتمع العالمي يلي اليوم بالقدرات التواصلية يلي صايرة فيك تقولي باليابان شو صار بالصين شو صار هلأ بهالدقية يعني كأنه هالجماعات بتحمس بعضا وكأننا عم تقلك يلا نحنا نطلعنا ما تخاف ونطلق هون مناخد فكرة معلشي تناعطيها مثل المسليين يلي كنا صحيح كان فيه صعوبة بالتعاطي معهم مصبوط هلأ صار عندهم جرأة أنهم يخبروا عن مشكلتهم جرأة فيه نوع من هايك الدفع الزايد بالتصرفات للتسلط والإثبات الوجود مصبوط هلأ عم نشوف معلشي تبا أنا أتفرع فيها زيادة أنه فكرة البيئة صحيح العائلة الزواج مصبوط الحب الارتباط عم يتفكك عم يشوف من مدة هلأ بتقليلي شو دخلنا فيه أن احنا هادي صايرين بالصين أو باليابان أو بأمريكا أو بأوروبا اتنين رجل وأمرأة أو فتاة وشاب بيقولوا بدنا ننجب أولاد نحنا نعم بينجبوا أولاد بيقولوا لا فيه ارتباط زواجي ولا فيه ارتباط عاطفي كل واحد مسؤول عن حاله كل واحد عايش وحده مش ضروري نعيش مع بعضه بس كانت فيه رغبة الانجاب فيه توافق لها الانجاب بيجربوا يتعاونوا بس بعد ما إلى إطار واضح للتعاون بين بعضه يمكن تكون من أنجح العلاقات يمكن بنهي لنايل يعني أسوا تناعرف لا بس نشوف أنه اليوم ككل هالضوابط اللي كانت تغيرت هاملي سياج لكل بيئة معينة حتى منشوف كل حي له عويله وله طرق نفس اليوم صار كل بناية وإلى عادتها كل بناية وإلى عادتها لأهمية الفرد ووجوده وأحاسيسه وحريته وأحترامه شيء وبين الفرد المنضبط بالجماعة أن جماعة كانت فكرية روحية عقائدية دينية إيمانية ساكت إذا بدنا شو ما كانت بيصير فيها الفرد مندمج بالجماعة وجوده صار ما الوجود إلا ضمن هالجماعة وهيدا صراع فكري فلسفي عالمي موجود حتى وصلنا لوضع اليوم في جماعات أنا سرسميها تنشئة تنشئة في تنشئة كل واحد أنه هو وحدانيته هي المرجع الأساس اليوم عم نقوله في اهتمام بشعور الحيوان تأملي وان أنه في ناس يلي بقولوا نحنا ما بناكل لحم بعدوه أبعد من هيك ولم نلبس تياب جلد مأخودي من حيوانات لأنه هالحيوان له إحساس صحيح وعملين جماعات بنوع من العدوانية إذا فينا نقول بين هاللين ضد البقية يلي بيستعملوا هالمواد أو الأكل للحوم أو غيره صحيح الجزادين للستات يلي بيتقبلوه من المواد الإصطناعية إذن شوفي وين هات سميناتها فكك منها كلمة متل ما بقولوا سيئة نعم ولكن ما عد فيه ضوابط قيمية نقدر نقول هالمجتمع منضبط عليها المصالح الرغبات الفردانية الأفكار فيه أفكار بتطغي صحيح أفكار فلسفية مين عنده العدوانية أكثر الشخصية العدائية هي الرجل أو المرأة هلأ ما بدي أعطيكي مثلا لأنه بصير لأنه إذا تحكي عن جماعات عم تكون أغلبية هي من الزكور من الزكور هلأ اتني فينا نقول إلى رابط أو البعض يقول إلى رابط بالتكوين الهرموني هل بيسموها تستوستيرون عند الرجل عند الرجل ولكن فيه طمن أنه المرأة ما بتفتقر من العدوانية عندها الكمية الكافية ولكن الحمد لله ولكن عندها التغليف الكافي أو الطريقة وهون برجع بقول هالفكر يلي تركب فيه وهون كنت عم بقول بمحاضرة تانية أنه في هلأ سرت أعفلش مش عم نشوفك معنا لا في محاضرات في نساء نسميهم رجوليات آه أوكي وفيه رجال نسويات صحيح 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 بدون ما نكبر صحيح صحيح يعني الاسم واضح الاسم مشان هكتا نقول تشبيه واضح هالخليط الفكري الموجود هوني هو ذاته بس فيه تعبير طريق التعبير صح تختلف تختلف طيب دكتور عندي سؤال قبل ما نبلش تعال وقت اليوم كيف فيه أنا أعرف إذا أنا شخصية عيدة إياه دونية وكيف فيه أعرف أنه أنا عم بعمل ردة فعل لا تراكمات كتيرة صارت معي يعني فيه فرق لأنه بين أنا أعمل ردة فعل لأنه ضيق خلق معصبي ما وعف قطع لي يمكن شهر ما كل إشي المشاكل قطعت عملت ردة فعل ما عم بتقبل آخر تكنت رقت رجعت عادي وبين أنه أنا عندي شخصية عدائية ما هيدي بده يقتنع يكون عنده الإدرة الفكرية هو كشخص هو شخص طيقول يعرفي فرق يعرف وين الدرج المعين وين المستوى يلي بقول أنا عندي ردة فعل أدوانية بسيطة شغلة وعندي ردة فعل أدوانية ولكن إلى درجة تحديات معاكسات إحراجات فيهم مثلا نعطي مثل يلي بيسوقوا سيارات لما تباليش تأذي الآخر يعني بقدر الإمكان يلي بيسوقوا سيارات الشباب خصوصي وهون الله يعين إدي فينا نقلهم ترو الأهل بيعملوا والناس بيصير عندهم نصايب ببيوتهم تعملوا بعدين صحيح يا ما بقولها وكل يوم بقولها أنا ما بشوف شباب عم تتطور على الطرقات طريقة طبعية هاي دي من العدوانية الداخلية الفالتة يلي بيصير فيه بين العدوانية تجاه الزات أوقات بتطغي على الغير واللز النشوي فيها إنه بيقلك أنا عم بمصد بهالسواقة عم بيقندي هالتصرف النشوي بيلعب الأمار النشوي بهالإشياء هاي دي اللزي والعدواني مقاربي معيني بده يعرفون الواحد يتقبل إنه هاي دي تجاوزات ولكن بده حدا يلمح له عنها ويكون عنده قدرة الوعي فيها تيقول بدي أتساءل لا عم بيصير في عندي هالإشي مش الكل صح قادرين يعرفوها هاي دي صح ومش كل الناس بتتقبل إنها تفوت على دخلها تنتعرف شو مشان هايك بنقول هالهويات الفالتي بالحياة يلي بتعطي نوع من الأطمئنان الداخلي والأناعة الداخلية هاي الهوية هلأ عطينا مثل بدي أرجع أقولك عنه هي مأقوى اللي بتقول إنه الله فرق المادة للناس ما رضي حدا صح يلي معه كذا بده أكتر وبده أكتر عطى العقول فرق العقول رضي كل الناس كتير ناس منقول منيح في نوع من التوازن طبعا هون برجع بردك لهالدماغ يلي عنده نسبيا توازن ولكن بعض الحالات بصير فيها شطط صح وتجاوزات مضرة للشخص إلهوي والآخرين ولا الآخرين دكتور بيكلمة واحدة كيف فينا اليوم نتوقع العدونية أو إذا بدك نقلل من العدونية نحنكون ببساطة وببراقة صعبة كتير بسمع الناس بيقولوا أنا بعمل رلاكس أنا بعمل يوغا أنا بعمل مديتاسيون أنا بعمل كلهم منها أنا بعمل رياضة كمان كلهم منها ولكن خلي فكر يقول بقدر الإمكان خليني اتساءل إذا كل يوم بيقول مع ذاتي إداي باعتقادي اتجاوست بعض النظم بعض الأواعد بعض الأيام وإداي أنا ضمن هالقادي ما يقول كل ما تصرفت فيه أنا طبيعي هيدا لازم أنا أعمل هيك يعني خفف من هال عنجهية بيسموها والإدعاء والإدعاء والتشوف أنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك نوع من هالبراءة هالبساطة أو مع ذاته يقدر يقولها أو مع صديق طبعا ما بدي يروش تقول لازم يروح يشوف اختصاصيين بمشاغل النفس ولكن أكيد بيساعدون مع صديق بيقول له أنا عم بيصير معي هيك يعني يواجه ذاته يصادق ذاته يكون في عنده قدرة التفكير مع الذات وما يخلي هالغلاف يلي بيعمله فكره وبصيرته ياه شو حلو شو حلو الحديث معك دكتور على الاشتاءنا ما بقى تغيب هالغيبة لأنه عن جد اليوم كان موضوع كتير حلو على أمل الناس يكونوا مشوا على معنى على ذات الموجة عرفوا أنه كل إنسان بيقدر عن جد يواجه نفسه رغم الصعوبات صح بيقدر على القليل يقعد خبس دقايق ما يخاف منه يدخل على الذات لأنه الاشياء اللي مضع فطنا أو اللي عملت لنا يمكن هالمشاكل هي نفسها بتقدر تخلينا نتخطيها وقدما نحن منقوى من جوا قدما نكون متحررين مع نفسنا حتى مع الآخرين على أمل أنه نخفف من هالغة بنية اللي هي بي إرادتنا واللي خارج عن إرادته يستشير اختصاصي مجغلة حتى ما نحكي إذا هلأ في مجموعات كتير خلينا نبلش نحكي بالأفراد لأن الأفراد هي اللي بتعمل مجموعات بالنهاية لما بتجتمع مع بعض شكرا لقلاق دكتور عدل عالي مشاهدين لهم تنتهي حلقتنا بتذكركم كون فيكم توصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج معايرنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد ألا معكم اشتركوا في القناة